بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على نبينا محمد خيري مؤلم الناس الخيراء اما بعد حياكم الله جميعا احب الرطابة اليوم نبدأ في استكمال الأسئلة الإضافية والإطراعية المتبقية في مدتنا حتى الان بعدها سنبدأ في كارت شوف ان شاء الله معتمدا اذا كان فيه اي خطأ في الدوسية اول باول بعد له يعني انا هون اكتشفت انه فيه خطأ الاصل يكون اتجاه التيار بهذا الشكل وليس هذا الشكل تمام ممتاز معتمدا على الدارة المبينة في الشكل لاحظ انه انا عندي هون دارة موجودة يكون مقدار المقاومة المكافئة والتيار الكل في الدارة قديش يعني هو بده ايش بده اولا ار توتل بعدين شو ثانية بده ايش بده اي كيف ممكن نعرف هاي المعطيات بده نطلع في الرسمة انا عندي اول شي الجهد الكل ركان ما في مش مقاومة داخلة خلاص جهد دي 780 تسعة bardzo بده اطلع كمان على المعطيات الاحظ انه انا في عندي مقامتين على التوازي فهذه المقاومتين هدول مقامتين ينسخوا جهد البطارية على المصصف اذا جهد البطارية تسعة معناته كم جهد مقاومة هاي التسعة وكم جهد مقاومة هاي التسعة ممتاز يعني هي بدأت حط معنومة عندي جهد البطارية هو نفسه جهد المقاومة الأولى هو نفسه جهد المقاومة الثانية في مشكلة لا والله مية بالمية بيرفكت بيرفكت اوستاذي طيب وبعدين شو بنا نسوي جمعتنا بقول لطلع على المعطيات هس عشان احسب المقاومة المكافئة انا هاي عندي ثلاث اوم بس انا مشكلة هاي مش عندي طب يعني الغش واضح انت عندك تيارها وعندك جهد هاي قداش جهدها مش هاي الاولى كم جهد الاولى هايو تسعة فولت صح ولا لأ نعم وعندك تيارها خلاص طلع قديش مقاومتها كيف رفت انت بتعرف ار الاولى تساوي جهد الاولى على تيار اللي مار في الاولى صح طيب الان كم جهدها يا استاذي جهد المقاومة الاولى هو نفسه جهد البطارية تسعة طب انت كيف رفت انه نفسه لانه حكينا في حالة التوازي المقاومات تنسخ جهد البطارية ممتاز كم التيار اللي مار فيها هيو واحد ونص امبير هيو واحد ونص امبير فبتطلع عبارة عن ستة اوم شكرا لك انت طلعت قديش عار واحد الان بحكي لك مش هما عث التوالي طيب على التوالي خلص انا هاي عندي ستة طب انا عندي ثنتين انا سوري مش عالتوالي هما عالتوازي صح نعم انا عندي مقاومتين عالتوازي كيف ممكن نحسب مكافتهم المقاليب عرفتو هم ايوم واحد على ار توتل تساوي واحد على ار ون زائد واحد على ار تو وهي تساوي كم ار ون ستة يعني هي واحد عستة زائد كم ار تو ثلاثة يعني هي عواحد اثلاثة فهو باجه بقولها بكل بساطة ضرب اثنين ضرب اثنين شو صارت يا حلوين وحدنا المقامات خذ مقام واحد اثنين زائد واحد فيها ثلاث صح طيب انا بديش بدي ار المكافئة خلص مقلوبها سبتة ثلاثة بسير اثنين اوم يعني انا طلعت قديش ار المكافئة اثنين اوم شكرا لك هسا هو طلعت اول مهمة تمام تمام طالبني ثاني مهمة اي الكلية التيار الكلي هسا طالب هون رح يحتار يا اخي ليش تحتار طالبك التيار الكلي اقول لي خلص فورا جرب المعادلة اشوف دائما خذها قاعدة جرب القانون الام زبط القانون الام خير وبركة ما زبط وقتها بستخدم عبور وكار تشوف هاي الامور اي الكلية انا بعرف اي توتل خلي نعطيك المعادلة على البارد المستريح في توتل على ار توتل صح كيف من وين جبت هاي استاذ احنا خدنا المعادلة الام ار تساوي في على اي انا بس اللي عملت ان خليت اي موضوع القانون بس كم الجهد الكلي هايو تسعة فولت شكرا لك كم المقاومة الكليات هيها اثنين صح صارت تسعة اثنين اربعة ونص مش اوم وين اوم اوحالي الله تحسب انت التيار اربعة ونص سمبر يعني المقاومة الكليه طلعت اثنين اوم اوتيار اربعة ونص سمبر اذا مية بالمية هاي ا lut Imm' am so pretty either اصلا بمجرد ما طلعت الاثنين اوم بلغي هذ الخير وبلغي هذا الخير لانه 9 اوم التسعة فبالصفي انا مش اكتر هون شاخر سوف اصفحنا وين محتار محتار هون يا جماعتي تمام تمام و اصلا اذا انت جيت عالدارة بدك تطلع تيار كلي راح تحكي لي كانت تيارة كلي هون اللي صار انه توزع لتوزعتين هون واحد ونص هون انا ما اعرف كديش عارف شو المبدأ ففي ناس ممكن حله بهي الطريقة يقول لك تعال انا معي جهد هاي صح ومعي مقدار مقاومة بيقول لك جهدها تسعة ومقاومتها ثلاثة فبقول لك تسعة ثلاثة هين طلعت التيار قدش طلع ثلاثة امبير يعني طلعت التيار المر في هذه المقاومة فبقول لك استادي هذا الكل تفرع لفرعين واحد ونص وثلاثة يعني اجمعهم واحد ونص وثلاثة اربعة ونص يعني هاي ذاني وهاي ذاني وهذا راح نتعامل معا فكار نشوف الاصاح نشوف هذا السؤال وحكيت لكم انه انا بدي اعمل تعديل بسيط عليه عشان ما يعمل بلبل عند الطلاب مش هيك هاي شلولي خلوا التيار هيك ماشي شايفين كيف التيار ماشي اوه استاد تمام شايفينه ما فيش مشكلة لاحظ بقول لك هون يسري تيار في مقاومة شو هاي مقاومة يا اخي من وان تجاه الاغلاط الله اكبر في مقاومة او مقاومة باتجاه الميمين كما في الشكل تيار رايح يعني خلاص عدلوا إياها اعتبروها باتجاه اليسار كان في خطع علمي في هذا السؤال فعشان اخلي نفس السؤال الكتاب عدلت عليه افضل صراحة اذا كان جهد ايه ثابتا فانه يمكن وصف جهد بيه شو بني نوصف يلا انا بعرف قاعدة ابدية حكى ليها استاد معاد ان التيار يتحرق من منطقة الجهد المرتفع الى منطقة الجهد المنخفة القاعدة بديه فانا بعرف انه جهد بيه شو ماله مرتفع وبعرف انه جهد ايه شو ماله منخفة طب استاد معاد يعني انت عيساسي ريفت اما احكي لك عيساسي استادي جرب امشي من الى بي يعني هي جهدك من الى بي صح؟ حسن انت ماشى عكس التيار شو بدك تحط موجب اي ار منتاز يعني خلال حركتك من اي لبي طلع موجب اي ار طب انت عارف الاي بي شو تساوي حلوين؟ تساوي جهد بيه ناقص جهد ايه وكلامك منطقي كونه كبير ناقص صغير طلع موجب معناته جهد بيه مرتفع وجهد ايه منخفض عرف كيف حددنا مين المرتفع ومين المنخفض يعني شو قصد ايه مرتفع منخفض يعني واحد اكبر من الثاني قصدي مرتفعي لانه اكبر من الثاني يعني انا عرفت كونه جهد بي اكبر من جهد اي اكيد طالها موجب لانه جهد بي اصغر من اي كان طالع سالب اي ار بس طيب حس انا طفت شو بحقيلك ثبت اذا كان جهد اي ثابتا يعني هذا شو ماله هذا ثابت وانا اياكم عارفين انه ايضا الار ثابت صح نعم فلما انت تزيد جهد بي شو بصير بالتيار يزداد يعين عليكم بس طيب انو خيار من هذو الخيارات انا بعرف انه جهد بي اكبر من جهد اي يعني هون مستحيل اي اعلى من بي مستحيل اي اعلى فاذا اما هاي واما هاي انه اي اقل من بي لانه بي المرتفع اي المنخفض فانا عندي اياه هذا الخيار اي هذا الخيار طلع كمل هو بيحكي عن بي وبزيادة جهد بي شو بيصير بالتيار هايو وبزيادته طيب يزداد التيار ولا بزيادته يقل التيار بكون عارف مية بالمية انه بزيادة جهد بي شو مال التيار سالي يزداد التيار بس شكرا لك الاجابة هي فرع جيم بزيادة جهد بي يزداد التيار هون المقصد عن كلمة وبزيادته كان هي جاية بالمعكوس نعم نعم صراحة ان هذا السؤال اه عشان ما يعمل بلبلة عند الطلاب انا هون مقصدي راح انا اعدل السؤال راح اعدله انزل تعديله لكم على المجموعة المقصود بكلمة وبزيادته قزده عن جهد بي لانه احنا اتفقنا انه اي شو ماله اي ثابت مع انه هون سياخت الكلام بيينت انه قزده عن اي لأ ما احنا اتفقنا انه اي ثابت اوضحت لكم المقصد جهد بي يزيده شو بيصير بالتيار هي ازدادها تيار بس هذا الكلام الجوهري اللي حكينا معاه ودايما انت هذا السؤال الكتاب بس اه ما كانش بيه هذا الشكل بفرجيكم فورمت لو تشوفوا اصلت الوحدة كانت هون جهد بي وهون جهد اي هيك كان معدله تمام يا جماعتي تمام وخدواها قاعدة التيار دايما يمشي من منطقة الجهد المرتفع انا منطقة الجهد المنخفض هذا السؤال يعني عدلت عليه كثير لطيف خفيف بسيط وببين الطالب البصيب من الطالب الفعمان ايضا كانت قراعة الفولت متر في دارة المبينة فيгуوربة وقراءة الأمvais ايضا لها لم تكن الوحدة قالت لي عن المقصد، ايضا بسبب م motivations يعني انت عندك مصباحين يفترض هي المصباح الاول و هي المصباح التاني أول تياره انت هم اصلا على التواري فيما مقدار المقاوم الداخلية ليلة بطاريه he is يعني ليم علي فكرة العبور عندي مشكله لا organization بي بذلك فقراءة 5 argent هذا الول كان هذا الجهد فقط في القراءة المصباح الثاني نعم نعم كم جهد المصباح 3 هايو قال لك القراءة 5 فولت كم التير اللي مار فيه هايو 2 أمبير يعني ممتاز قداش تلع مقدار R المكافئة مش المكافئة R 2 2.5 Ohm لاحظ انه هذا المصباح ال R يعني اذا هذا 2.5 Ohm ايضا ايضا 2.5 Ohm طلع كيف صارت رسمة الدارع حلوين صارت هي عندك المصباح مصباحين وبطارية بهذا الشكل اي اعتراض لا سمح الله لا يا استاذ هاي 2.5 Ohm وهي 2.5 Ohm وهي تيار ماشي وهي موجب وهي سالب وهي معطيك 12 فولت وR مجهولة طيب شو بننسوي يا استاذ عادي جدا خلاص طلع المكافئة تعال طلعنا المكافئة بان يفرط السؤال كامل طلع كيف صاروا مقاومة واحدة صح طيب وهي البطارية ممتاز قدش المقامة هاي على التوالي جمع 2.5 و 2.5 Ohm ممتاز والتيار كل مار في الدار قدش 2 أمبير وهاي 12 فولت وهو الر مجهولة خلاص اعمل هبول يا سيدي من اي نقطة لأي نقطة يلا امشي التيار ماشيك امشي مع التيار خلاص اعتبر النقطة بي فبدك تحكي لي جهد بي بي تساوي سفر نعم يا استاذ معاك نعم يلا امشي موجب 12 ناقص IR صح كمان ناقص IR رجع الى نفس النقطة تساوي سفر خلاص المواطقات كلها موجودة معك اصلا هاي 12 هاي ناقص التيار 2 ضرب مقدار مقام الداخلي ما بعرفه ناقص التيار 2 ضرب مقدار الر هاي هيها 5 شو تساوي سفر لاحظ معي 12 ناقص 10 فيها 2 ناقص 2R تساوي سفر ناقص 2B ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 1 Ohm شكرا لك ناقص 1 Ohm هناك طريقة ثانية يريد حل سريعة صراحة بدون ما نغلب حانا بكل الدرات أنا عندي مصبحين على التوالي وبالتالي الجهد يتوزع بيناتهم لانه على التوالي يتوزع الجهد ولا يجزع التيار كون هم متسويات معناته رح يتوزع بيناتهم بالتساوي يعني اذا انا جهدي عشرة معناته بقطي هذا خمسة وهذا خمسة فقدش طلع هذا المصباح مش طلع خمسة فولت معناته اكيد مية بالمية كمان هذا زي خمسة فولت هيك قدش طلع مش هيك توزع بيناتهم نعم يصد معطب انت كيف رفتنه خمسة فولت اعتبر كان الجهد هون مليون فانا هون عطيت نص مليون وهون نص مليون توزع بتساوي يعني هذول اثنين طلع مرساويين الجهد هذي بيساوي جهد هذي هذا خمسة وهذا خمسة كندش مجموحهم عشرة مش هاد العشرة هاد النسخ لفرق الجهد بين الطرفين البطارية نعم فرق الجهد بين الطرفين البطارية عبارة عن ايش ايكوسان ناقص اي ار كم هون طلع عشرة تساوي الايكوسان اتناعش ناقص اثنين ار خلص شفتوا كيف ناقص اتناعش ناقص اتناعش بتصير سالب اثنين ار تساوي سالب اثنين تطلع ار تساوي واحد اون بس فانا هاي ذاني وهي ذاني تحل بمليون طريقة حرفيا فيه ناس بيعمل عبور عكسي عادي جدا عبور هيك ايضا تحل معاو مفيش مشكلة كل الطرق تؤدي الى روما المحترقة يعني كل الطرق بتعطينا الحل اللي احنا بدنا ايا من الاخر الان بتبلش بقاعدة كيرتشوف الطالب حتى يبلش بقاعدة كيرتشوف طبعا احنا اصلا اخذناها بالعقل سابقا بفكرة توزع التيار كيف يعني توزع تيار لاحظ معي انه انت عندك هون دارة دارة عادية يعني مقاومات اثنتين توازيم عندين توالي التيار اللي ماشي هون هذا التيار الكلي ماشي هون هاي تعتبره تيار واحد طلع شو صار في هون اتوزع صار في هون ثلاثة وصار في هون ايش اثنين ممتاز الان لو انا كنت عشر امبير فاذا كانوا هذروا ثنتين متسويات فانا هون بعطي خمسة هون اذا ما كانوا متسويات المقاومة الكبيرة بعطيها تيار صغير والمقاومة الصغيرة بعطيها تيار كبير فاحنا عرفنا هون قاعدة كيرتشوف هون مربط الفرس اولا قبل ما تحكي عن قواعد كيرتشوف تب 這個 بدي بتحكينا عن الدارات البسيطة والمقاعدة يعني اتشوف الدارة على اي اساس انا يكون حكمي اليها انها دارة بسيطة او دارة معقدة يعني على اي اساس اوكي انت حكيتنا بسيطة على اي اساس كيف حكيتنا بسيطة جماعة الخير اذا كان في بطاريات في الاسلاك بعرف انه انا هون دارة شو دارة معقدة بتحامل لا يمكن اني ابسطها لا يمكن تتبسط لا يمكن من الآخر عضلاتها لا يمكن انها تتبسط يعني حاول جمع مقوماتي بزبرت معك بتواجه مشكلة شوف كيف هاي الدارة بزبرت انك تجمع عندك بطارية وبطاريتين بزبرت انك تجمعهم يعني ايش كيف دك تطلع عار توطل تروح تقول لي واحدة عار هذول توازي لا اعي اساس طيب تعالي هاي الدارة هاي لا يمكن تجمعها استاذي تطلع هون تيار لحاله هون تيار لحاله تيارين مختلفين وبتجمعه وصعب انك تجمع يعني صعب انك تطلع عار توتل يعني تقول لي هاي الار كيف ضربتها مع هاي الار فمن الآخر اذا وجدت بطاريات في التفرعات تعرف انها دارة معقدة تحل بواسطة العبور شو يعني العبور يعني تمشي من نقطة لنقطة على كيرت شوف مش انت اخذت كيرت شوف نعم يا استاذ معاد هاي دارة معقدة على اي اساس لان لا يمكن تبسيطها اولا ثانيا انا في عندي بطاريات بالتفرعات موجودة هاي بطارية شايف كيف يعني بطاريات والمقاومات بالتفرعات لا يمكن تجميحها بقوله تمام يا استاذ معاد كل الاحترام من تقدير ارجع لي اول قاعدة اخذناها قاعدة كيرت شوف الاولى احنا اتفقنا على انه انا كنت اتعامل سابقا مع دارة بسيطة اعمل لفة الان رح اصير اتعامل مع دارات معقدة او مركبة فيها اكثر من دارة وفيها اكثر من تيار مش تيار واحد وانت طول من انت ماشي لا اكثر من تيار شوف شو مقصدي اذا وجدتش في هذا التفرعات بطاريات فان الدارة تصبح شو معقدة هاي تفقنا عليها مية بالمية قاعدتين لواحد اسمه غولستيف كيرت شوف أطواق نعم اسمه غوستاف كيرت شوف واحد فاضي اشغال اختراع علم التايارات اختراع فكرة في علم التايارات كيف بتمشي يعني عبر الدارات فكرة العبر وتوزع تيار قاعدة كيرشوف الاولى وكيرشوف الثانية هم المطلوبين منا مننشوف شو قاعدة كيرشوف الاولى كيرت شوف الاولى شو بيسموها بدلعواها قاعدة الوصلة الوصلة طب ليش الوصلة؟ لانه التيارات بيتوصلوا مع بعض يعني انت تشبك مين التيارات بحتصل بسيطة هي تمثل احد هس انا شوف عندي قاعدتين لكرت شوف في قاعدة تمثل مبدأ حفظ الشحنة اللي هي الثاني الاولى والقاعدة الثانية تمثل مبدأ حفظ الطاقة ورح نحكي عن الموضوع براحتنا شوف شو قصدي مبدأ حفظ الشحنة يعني ان الشحنة اللي بتدخل من سلك معين بس تتفرع رح ترجع تطلع نفس الشحنة انه ما في اشي تضيع من الاخر عضلاته كمية الشحنة الداخلة باتجاه نقطة في دارة كهربائية تساوي كمية الشحنة المغادرة لها ولا يمكن ان تتراكم الشحنة عند تلك النقطة يعني انت عندك هون تيار ماشي شحنات ماشية مش دخلت عند هاي النقطة هسا مش بيلا تطلع بتتفرعت يا استادي تفرعت وتفرعت وتفرعت بالاخير رح تطلع نفسها ما في اشي بضيع يعني اذا انت هون دخل عشر امبير بيتفرع بغض النظر شو هون راح و هون قديش راح المهم راح يطلعوا قديش عشرة امبير بس هاي القاعدة حطها في بالك فاتفقوا على هاي القاعدة قالوا طب يعني اعطينا الصغة رياضية لها قال لك تعال سيجما مجموعة التيارات الداخلة يساوي سيجما مجموعة التيارات الخارجة يعني من الاخر يا استادي المجموعة الجبري للتيارات الداخلة والخارجة شو يساوي يساوي سفر اضرب مثال بسيط شو قصدي تعال عندك تفرع و راح هيك صح طيب و قلت لك هاي نقطة تفرع واعتبر قلت لك انت عندك هون اربعة امبير لنفترض هون راح واحد امبير هون راح ثلاث امبير صح طيب هاي النقطة كم مجموعة التيارات الداخلة يعني هيك انت عارف ان مجموعة التيارات الداخلة كم يساوي بس اربعة هايو اللي داخل اربعة على النقطة اربعة امبير طيب كم مجموعة التيارات الخارجة بتقول السادية انا عند في خارج واحد امبير و ثلاثة امبير قدش طلع اربعة امبير وصلت نعم يا Margaret طيب كم المجموعة الجبري للتيارات عند اي نقطة تتكلم ضم او مفهوم اخر المجموعة الجبري بدك تيجي تحكي لمجموعة التيارات الخارجة ناقص مجموعة التيارات الداخلة صح بدي اجيب لك ايها بهذا الشكل وريح راسي لا موجب اربعة ولا سالب اربعة كما التيارات الخارجة اربعة ناقص كما التيارات الداخلة اربعة شو طلع مجموعة الجبري سفر حسا شايف كل هذا الحكي والله ما بهمني انا بس بهمني اعرف انها من الاخر للوزارة انه قاعدة كيرتشوف الاولى تسمى قاعدة الوصلة هذا اولا قاعدة الوصلة بدلعوها تمام وصل التيارات وهي تطبق مبدأ حفظ الشحنة لانه من الاخر ليش كمية الشحنة الداخلة اللي تفرر معين رح تكون نفسها هي الخارجة منها ما في ضيع الا لا ما في تراكم للشحنات بعدين لازم اعرف ما هو نص قاعدة كيرتشوف الاولى هيو المجموع الجبري للتيارات عند اي نقطة تفرر شو يساوي حلوين سفر معنات التيارات الداخلة تساوي التيارات الخارجة بس برده كدر لازم نكون عارف نص القانون نص قانون كيرتشوف انه المجموع الجبري للتيارات الداخلة والخارجة خلص يساوي سفر او المجموع الجبري للتيارات بالمجمل بغد النظر عند اي نقطة عند اي نقطة تفرر في اي دارة شو يساوي سفرا او ممكن تفهمها بشكل اخر شو تقول لي طيب يعني عرفت هذه الشغلة وعرفت صغيرتها الرياضية وتطبق مبدأ حفظ الشحنة يعني ممكن نقول لك تعال قاعدة كيرشوف الاولى تطبق حفظ الشحنة حفظ الطاقة حفظ الزخم وانه واحدة اكيد حفظ الشحنة يا أستاذي 100% هيك بنكون خلصنا الصغير الرياضية لقاعدة كيرشوف ونسق قاعدة كيرشوف ورح ناخد هسا تطبيق رياضي عليها فالان نحن من ناخد بس مثال رياضي عليها عشان يعني نتصل ان الفكرة نكون فهمينها 100% بيقول لك في الشكل مجاور هاي الدار اللي موجود عمك إذا كان التيار الاول 6 أمبير يعني هاي عندك تفرع صح؟ هيدرسم لك التفرع هاي هيكة راح تفرع هيك وتفرع هيك بيقول لك هون التيار الاول 6 أمبير بيقول لك كمال والتيار الثاني 3.5 أمبير هاي التيار الثاني شايفينه هاي هون 3.5 أمبير فسؤاله بسيط وواضح جدا عند النقطة هاي ايه بيقول لك كم مقدار تيار المار في المقامة الثلاث هايو هذا التيار اللي هو التيار اللي هون هذا قديش طب معنا مستعد يواضح سقمة تيارات الداخلة يساوي سقمة تيارات الخارجة صح نعم كم الداخلة ستة أمبير لازم تساوي اقول لك شاك لا 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 مش بهذا الشكل خليه شوي التيارات الداخلة اللي هو التيار الاول هايو هون التيار الثاني وهون تيار الثالث التيار الداخل تيار واحد بس طب الخارج خارج تيارين تيار اثنين زائد تيار ثلاثة طيب الداخلة ستة تساوي عندك اثنين معي ثلاثة ونص صح زائد تيار ثلاثة شفت كيف المعطيت انا قاعد بسحب فيهم نعم يا استادي بس ناقص ثلاثة ونص باي ناقص ثلاثة ونص فشو طلع هون تيار ثلاث تيار ثلاث عبارة عن قداش يا حلوين عبارة عن اثنين ونص امبير وهذا كلام منطقي انت دخلت قداش تيار دخلت ستة امبير راح هون طلع كيف انتبه راح هون ثلاثة ونص اكيد ظل هون اثنين ونص بس الله اعطيك العافية مجموعة تيارات الداخلة ستة امبير مجموعة تيارات الخارجة ستة امبير مجموعة تيارات الخارجة ستة امبير متسويات بس هون طبقنا مبدأ حفظ الشحنة ان الشحنة اللي دخلت هي نفس اللي خرجت دن يا جماعتي دن طبعا عشان اوضح الملاحظات البسيطة هون بعدين نرجع ندردش لا ترحتكوا لا تخافوا يمكن تشبيه تفرع تيار كربائي في ماء النهر انتو شايفين هون المنطقة ايه التيار النهري شو صار في تفرع راح فرع هون فرع هون بالاخير راح يلتم نفسه ما في اشي ضائع يا استادي يعني كمية المي اللي بتدخل عند الجهة ايه وتفرعت من سيلة بي راح تكون نفسه كمية المي اللي خارجة يعني هون دخل مية راح يطلع من هون مية يا استادي بغد النظر هو تفرع بالتساوي ولا مش بالتساوي يعني راح هون خمسين وخمسين او راح هون اربعين وستين المهم شو يكون مجموع نفسه التيار الداخل بس طيب عرفنا هاي الخطوة يا استادي قبل ما بلش بقاعدة كيرتشوف الثانية بس بدي اذكركم تذكيرات بسيطة في موضوع التيارات يعني لسه بديش احكي عن قاعدة كيرتشوف الثانية لسه لسه تعالوا بدي اذكركم بالتفرعات يعني اقول لكم تذكروا التفرع نعم شايف كيف التيارات هون بناءا على رسمته الداخلة في هاي النقطة اي واحد اي اثنين تمام يعني هاي الداخلة مجموع التيارات الداخلة تساوي مجموع التيارات الخارجة كم الداخلة اي واحد زائد اي اثنين تساوي الخارجة هي اي ثلاثة يا عين عليكم بس فانت دا كان عندك تيرين علم التيار ثالث بس هاي هي الفكرة بكل بساطة نعم هيك نعم يا استادي كذلك نفس المبدأ هون تيجي بتحكينا مثلا تعال انا عندي بطارية عندي بطارية عندي بطارية ومعطينا اتجاه هذا التيار تمام شوف كيف هي البطارية الكبيرة اعتبرتشوف هذه البطارية بطارية هيك يعني شايفين المقطة سي هاي بتحكي عندها مشيش هي تفرع هيك وتفرع هيك وتفرع هيك نعم هي تيار واحد نازل وهذا التيار مين تيار ثلاث ليش لانه عند البطارية ثلاث صح طب وهذا التيار هيو تيار اثنين صح نعم يا استادي فهي هيئ الي انه التيارات الداخلة هي اي واحد زائت زائت اي اثنين شو تساوي التيار الخارج اي ثلاث طب بلكي انا يا استادي اتخربطت في الامتحان وما حطتش تيار هيك يعني ما حطيته هيك حطته بهذا الشكل يعني اعتبر كيف صار بهذا الشكل اسمع شغلك صح ترفي الصح لقيم عادي كمل شغلك طبيعه ولا بيفرق اشي نهائيا اذا طلع بتيار سالب ليه نفترض تعال ليه نفترض انا حطت تيار اثنين بهذا الشكل وطلع سالب معناتو بروح بعد شو بسيط سوي بعكسه شفتو كيف يعين عليكم يعني انت ارسم زي ما بدك تيارات خد وتدلع يعني اعتبر انه بحسب اي واحد طلع اي واحد سالب معناتو خلاص رسمة اي واحد خلاص كيف بصير بصير طالع بهذا الشكل بس هاي هي الفكرة تمام يا جماعتي طرح الموضوع رح يبين معنا لما نفت على المعادلات على المعادلات هاي المسائل مرد اكرر يعني دي انت رسم تيار دارة وطلع تيار دارتك لما حسبتو انت سالب معناتو بتقول الاتجاه الموضح او المرسوم في الرسم خاطئ فيرسم بكذا عكسه وصلت نعم يا استاد معادل يعني عشان تكون الامر واضحة اعتبر انت هيك عندك مقاومة وقلت لك يا استاد معادل عندك بطارية بهذا الشكل وقلت لك هاي ار وهي اكوسام وملهاش مقاومة داخلية يعتبر خلاص بدون مقاومة داخلية لو حكيت لك التيار مع شي هيكة تعرف انه رح يطلع تيارك لما تحسبه سالب فبتقول اكيد الاتجاه الموضح في الرسم يكون عكسه التيار الحقيقي مش قصد التيار حقيقي يعني الاساح ان التيار يكون عكس الموجود في الرسم طيب لي نفترض التيار كان هيك وكان قيل لك يا طويل العمر هذا ستة او وتمام وهي اطناعشر فولت وقال لك يلا احسب لي قداش تيارك طيب يا سيدي عادي امشي من نقطة لنقطة بدي احسب تيارك صح يلا اعتبر من النقطة ايه هي انه قول لك النقطة بي هي من النقطة بي لبيت وسوي سفر صح يلا شف شو رح يطلع معي موجب اتناعش امشي 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 اكس تيارك اقس تيارك موجب اي ضرب ستة صح شو تساوي صفر فرح تطلع ستة اي شو تساوي سالب اتناعش فرح يطلع الطيار شو تساوي صعب اتناعش ع ستة وهو عبارة علم سالب اثنين امبير هل الحال الي غلط لا حل لك صح مش طرح معك سالب اثنين انبير نعم winter تعطي قريبك ان تقولي انت رسميك غلط كيف التياره لازم يكون ماشي لازم يكون عكس الموضح في الرسم هيك هي هو ان تكون عكس الاتجاه الموضح في الرسم اما تعملها كذلك او انك تقولي لا خلص خليه منتيجي تكتب هون مش تيار هيك يكون التيار عكس الاتجاه الموضح في الرسم وكثر الله خيرك يعني هيك بتكون خلصت الفكرة وهي الكتابة عما تبينها أكثر من مرة نقف إلى هنا ونكمل الحصة القادمة قاعدة كيرشوف الثانية ونكمل حل المسالة الإضافية والإثرائية الله يعطيكم الصحة والعافية ويسر أمركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته